مهمة جدا 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 مهمة جدا في تفاصيلها واللي بيحصل والاجواء اللي بتحصل قبل المباراة اجواء غريبة شويتين ما تعودناش كده من تصريحات لنجوم او رئيس الاتحاد الكاميروني سامو الاتو او كمان التعامل المدير الفني المنتخب المصري ونجومنا اللي بشكل هادي وعجبني جدا للامانة تصريحات كروش النهاردة في المؤتمر اللي انا بعد شوية حاولها لحضراتكم وعجبني جدا طريقة التفكير بيتعامل باحترافية كبيرة جدا وبيوصل المنتخب لحالة الهدوء وده المهم كلام كتير عن التحكيم كلام كتير عن بعض الامور اللي بتحصل كل ده في البداية لان كلنا عندنا امل وثقة في لعبتنا الرجالة اللي يقدروا بكرة يفرحونا الساعة 9 في واحدة من المباريات المهمة جدا في تاريخ مصر ليه احيانا او طول الوقت التصريحات العنترية والتصريحات الغير مسؤولة بتدي لو المباراة مهمة جدا فبتديها اهمية اكتر واكتر واكتر ده اللي انا عايز اقوله في البداية كنا تدينا مبارح القصة صحينا زي ما اتفقنا مبارح على خبر محمد صلاح المسحة ايجابية ثم الناس بكلها بيقولك لا ده المسحات كلها سليمة فبيجي معنا سيادة السفير مبارح ويوضح الامور كلها اللي حضراتكم اتطمنتوا عليها بشكل كبير ده كان في حلقة مبارح النهاردة وده الجديد كان فيه اه تدريب للمنتخب الوطني انتو عارفين بقى الرطوش الاخيرة التدريب على الكرات السابتة وده اللي انا بشرحه لحضراتكم قبل المباراة مهمة زي مباراة الكاميرا اكيد ما تقدرش تعمل تدريبات قوية فيها اليقاءة بدنية عالية انت كل التدريبات عبارة عن استشفى اه اه علشان انت لعبت مباراتين وارا بعد لعبت مئة وعشرين دقيقة وضغط جديد جدا والحمد لله لم يقصر اي لاعب سواء اللي كانوا شاركوا جزء قليل مباراة واللي شاركوا في المباراة بشكل كامل فالمدير الفني هنا بيتكلم خططي بيعمل اجتماعات اكتر وده اللي كان موجود اللي مستر كروش اجتمع مع اللعيبة ساعة ونص وبيحفزهم بيكلمهم مالكمش دعوة بالحكم في تفاصيل كتير جدا برضو هنقولها بعد شواء لكننا عندي الخبر الاهم التدريب شغال النهاردة كان في السادسة مساء لقوا قصة تجسس على التمرين فهتقولولي اللي بتقوله ده ايو عارفين زي ما بتشوفه في المباراة كده بعد التطور بقى في الاخراج والتطور في ازاعة المباراة والتصوير بقى في الكاميرات فالفريق بيتدرب النهاردة مستر كروش رجل بيبص كده لقى كاميرا فوق هو واللعيبة ودي الصورة امام حضراتكو عارضها دلوقتي ده الرجل واقف استغرب ادي دي الكاميرا دي تلقطت بموبايل اكيد من جانب الكاميرا والكاميرا دي يعني مخرجنا مخرجنا استاذ احمد بيقول لي اسمها درون الكاميرا دي بتقدر تلتقط التمرين كله بالكامل يشوفه مين مصاب مين مش مصاب مين حيلعب فدي حاجة غريبة جدا كالعادة وده يدل على حاجة واحدة بالنسبة لي بخبرة سنين طويلة الخوف اللي عمل لك الف حساب اللي مرعوب منك ودي حقيقة ليه؟ لان انت في اخر مباراتين هم يعلموا تماما قدرة او قوة او القدرة الفنية لمنتخب كدفقر وكمان منتخب المغرب الفرقتين فرقتين مرشحين بشكل قوة الفوز بالبطولة لما تقصي المنتخبين دول بالتالي انت يتعملك الف حساب وتخاف فهنا بقى بيخترقك باي طريقة هل دي تأثر علينا؟ بالعكس دي تزدنا ثقة في انفسنا هل دي تخليك نازل مرعوب؟ بالعكس احنا لما بنلعب وسط جماهير والجماهير بتبقى على فكرة بالمناسبة لما في عدد جماهير كبير جدا للخصم ده بيحط ضغطها المفروض عليهم هم مش على منتخبنا لازم نفهم كده لان هنا هو مطالب ومن ضغط الجماهيري لازم تكسب فممكن تتوتر من الضغوط اللي بتبقى عليك هتقول لي هو فيه لعيب او المنتخب الكاميرون بكل اللعيبة فيه محترفين حتى اللي عددك حتى اللي برد 18 محترفين هيتأثر؟ اقولك ايوه هيتأثر ليه؟ لان حجم الضغوط وانت بتروح للبطولة بيزيد والبطولة لما تبقى على ارضك قريدي ده ضغط لوحده احنا شفنا هنا وبنعترف بده اللي كان عندنا اخطاء في 2019 بطولة على ارضنا وجمهورنا حدثوا على حرج وخرجنا من دور الستاشر فدي بتبقى فيه دغوط كبيرة جدا وده الطبيعي اللي انا بحكيه دلوقتي فالمنظر وتاني عرض للصورة تاني شفنا تصريحات لا طاليك بنجم كبير جدا بحجم صامو الاتو شفنا المعامل اللي بتعمل المسحة بتاعة الكورونا وكان فيه رفضت وقالت لك اللي احنا متعاقدين مع الشركة ثم النهاردة في اخر تدريبة لمنتخبنا كاميرا التجسس موجودة على التدريب انا هقول لحضراتكو اطمنكو طبعا عشان معانا مدير فني محترم وعنده من الخبرات وبيعرف اتعامل مع الحاجات دي للامانة وانا هنقلوكو الراجل قال ايه وقال كل التفاصيل اللي قالها موجودة معانا توقف التمرين خلاص مش هنتدرب الا غير لما الكاميرا دي ما تبقاش موجودة وده حقه اه ممكن بتتدرب على ضربات الجزاء فبالوارد جدا مثلا على سبيل المثال محمد صلوح في التدريب بيشوت هنا مثلا يعني فانا اشوف الفرق اوها بتتدرب بيبقى الارقام كلها الزاوية اللي بيتشوت فيها وارد وارد اللي انت متغيرش الزاوية فهنا اه اه ده غلط اه التكتيك اللي انت هتلعب به لو انت النهاردة قبل المبراز ايه بقول لحضراتكو وبتبقى حاجات الوقفة بس الراجل بيقول وقف انت هتحرك كده انت هتقفل الجنب ده بالشكل ده فدي امور مهمة جدا جدا ممكن تكشف لكن عشان الناس تقولك لا ده الفرقتين كتاب مفتوح لكن في تفصيلة صغيرة ممكن انا هعملها في المباراة دي والتفصيلة الصغيرة هنا فعلا بتفرق في دربة ثابتة في تحرك ما فممكن اعمل لمركزية لمحمد صلاح اغير من موقعه لمدة خمس دقايق مكانه جوه الملعب دوارة كل حاجة المدير الفني هو اللي ربنا يعينه في التشكيلة وربنا يعينه في قيادة المباراة بشكل عام ولكن تاني هرجع اقول لحضراتكو احنا احترام الكامل لجزر الكمر اللي عملوه معاهم انا شايف كان غلط جدا في امور كتير وما كانش فيه قصة الكورونا وحرس المرمى الاساسي كان المفروض يلعب ثم يقولك اللوايح مش عاف يومين وابتدوا يودونا الكصص غريب فاحنا مصر ما بيتعملش معانا ده اولا منتخب ليه تاريخ كبير جدا وكدولة ليها اسم كبير جدا ودولة قوية جدا 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 اكيد الناس كتير كانت متخوفة جدا من الحكم اعلمنا لو تبعت انا ومبارح تبعت كل البرامج والكل اتكلم على نوعية الحكم والكواليتي بتاعته راجل بيتوظف لبعض الامور بصراحة كده انا لا او شكك في احد لكن هو انا النهاردة ما يكون فريق متقلق بنقول ده فريق متقلق اللعب ده نجم بتقال اللعب ده ما بنجملش احد لكن لما يبقى فيه لغط على حكم وكلام كتير على حكم فوالله هو العمل في تاريخه كده لان فيه ذكره غريبة جدا مش هكلمكو عن الاهلي عشان ما تقولوش اللي احنا ايه اه ظلم الاهلي او ما ظلموا هتكلم على مبارات الودات وهدف صحيح وقالك الفار انا متأكد اللي هو شغال وابتدى المباراة هو عارف اللي هو مش شغال فهنا الامانة مش موجودة فده التخوف هنا لكن حيقدر يخسرك وانت بتبزي المجود مستحيل لما تلعب راجل ممكن يقفل عليك شويتين ببعض الكرات اللي تخليك المباراة خنقك بلغة الكورة اه يقدر لكن مش هقدر طول المباراة انا مش انا يا شادي المنتخب كل النهاردة لما عامل بس صحة لزميلي لما هجيب هدف صحة هيقدر يلغيه مش هيقدر النهاردة الضغوط اللي عليه دي اكيد اه اه الناس كلها بتشوف والناس كلها بتتابع في العالم كله مباراة قبل النهائي فلو ده اسمك منت المفروض تخاف على اسمك وتخاف على لو في شبه التوارد كل حاجة حتبان لكن احنا دورنا ايه نسد ودانا كالعيبة ومدير فني وركز في الملعب وركز في طريقة اللاعب وركز في القتال جوه الملعب بالمناسبة تاني اللي انا هقوله ده هو اكتر حاجة تشيل الدغوط انت بصراحة شرفتونا وخرجتوا منتخبات قوية وقدته اداء كل رجولة اه 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 اه